لا شك أن العملية التي استهدفت مدينة صبراط الليبية والتي قضت على 49 تونسيا من تنظيم داعش أثارت حفيظة التنظيم لتدفعه إلى محاولة الانتقام لكنها محاولة تبدو حتى الآن فاشلة خاصة أن داعش أعاد الكرة وفي ظرف وجيز طمعا في تنفيذ مخطط اقتحام بنجردان وإقامة الإمارة الموعودة بتحريك الخلايا النائمة في الداخل ومحاولة عناصر مدطرف اختراق الحدود مع الجارة ليبيا ذلك أن تنظيم أخفق في توفير الحاضنة الشعبية ما قد يدفعه إلى مراجعة حساباته خاصة بعد أن وجد أعوانه سدا منيعا من السكان المحليين والأمن والجيش خلافا لكل توقعاته على ما يبدو خبراء عسكريون يقولون أن عناصر داعش اليائسة التي لفظها التراب الليبي ستظل تحاول خرق الحواجز الأمنية رغم أن التنظيم يعيش حالا من الوهن لاعتبارات عدة منها غياب التمويل والدعم اللوجستي وتصفية عدد كبير من قياداته والقبض على العديد منهم هذا طبعا إلى جانب غياب الحاضنة الاجتماعية الأمر الذي لا يعيد بمستقبل لداعش في تونس إلا أن بعض المصادر تتحدث عن تواطئ بعض الجهات مع الإرهابيين خاصة المهربين ولا أدل على ذلك من البيوت الموجودة بالمنطقة والتي أضحط مخازنة لكميات كبيرة من السلاح يكشف عنها يوما بعد يوم كما نبه خبراء أمنيون إلى خطر التسلل عبر الحدود البحرية باعتبارها أيسر على الدواعش هذا طبعا إلى جانب الاندساس وسط جموع اللاجئين والدخول بجوازات سفر رسمية عاد التسلل من جهة الغرب عبر الجزائر ضمن هذا السياق جرى اتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز فاعلية الساتر الترابية على الحدود الليبية بما في ذلك دعم التنسيق الأمني الواسع بين تونس والجزائر وإعادة انتشار وحدات الجيش والأمن بما يسهل عمليات التنشيط والمراقبة ومحاولة سد المنافذ والتحصن بمواقع دفاعية هذا طبعا علاوة على دعم تنسيق الاستخباراتي داخل العمق الليبي والذي من المنتظر أن يكون على جدول أعمال اجتماع دول الجوار الليبي في تونس في العشرين والحادي والعشرين من الشهر الجاري رياض عشور العربية